تبلد المشاعر هي فطرة لا مش فطرة خالص حتى هو بقالش ان هو مرض نفسي يعني مرض عارض لكن ممكن يطول يعني حتى اطباء وعلماء علم النفس قالك لا هو مش مرض نفسي ولكن هو مرض عارض نتيجة لظروف معينة حنقولها واسبابها لكن ممكن يطول التبلد التبلد المشاعر فقد الفرد القدرة على التأثر بأي حاجة محيطة حواليه عم نشرح لك حالتي بقى انا نشرح لك حالتي بفترة التفان الأقصى انت بتقولي اوعى تعتدوا المشهد وهم مش أرقام صح مش تبلد مشاعر ولكن احنا بنقول اوعى تعتدوا المشهد عينك ما تعتدش النقافي دم وبيموتوا عادي وكذا لا ده عشرين ألف ودخلين على واحد وعشرين ألف لا ما فيش اعتياد لك لان هم دولت مش أرقام دولت عائلات وحيوات وشباء وشبان وشبات ورجال وأزواج ونساء وأطفال عائلات كامل لها أحلامها ولها تمحها وكان لها مستهدفها في الحياة وبيوت طيب ما اعتدش المشهد طيب يحصل تبلد والمشاعر اللي احنا بنخوف منه دلوقتي بنقول اوعى تعتد المشهد ده ويبقى عندك نوع من أنواع التبلد انك تبقى فاقد القدرة على التأثر أو انك تتأثر باللي حواليك يجي مشهد ضربة تاني عادي بقى ما هدل اللي حصل هنعمل ايه لا او انك تفقد ثقة في نفسك او انك انت بقى تحصل بقى الأعراض العظيمة اللي بنقول عليها في تبلد المشاعر منها ايه بقى قلق عدم القدرة على النوم اسألوني اسألوني انا قلت حنام بدري النهاردة حنام بقوا مش هصهر وحنام بدري والله 11 نمت واحدة ونص صحيف على الأحداث ويعملوا الدنيا وشفت رؤية انت مش هارف تعيش الحياة بس احنا مش تبلد مشاعر احنا في حركة في المشاعر ازاي اطلع من الزون ده الزون اللي هو خلاص انا قواية راحت مناش عارف نام عندي اكتئاب عندي حزن شديد عندي قلق شديد جدا قرق في الحياة المصيبة الكبيرة بقى اللي بيخوف منها علماء النفس يقول لك ايه فقد قدرتك على الانتاجية مش عايز عمل حاجة في حياتي وده طبعا كارس طبعا في حلول تبلد المشاعر بصفة عامة نتيجة للاحداث الصدمة مثلا تعرض لصدمة صدمة عاطفية في الصغر او مثلا الناس اللي بتناولوا استغفر الله مخدرات او هكذا او الناس اللي عندهم مشكلة مش عاطفية مشكلة في الاسرة بس ممتدة يعني مشكلة في الطفولة وفي التربية وجات مسابق الأب وممتدة لحد الشباب كل الكلام او اكتئاب امراض الاكتئاب واعراض التواحد او هكذا كل الكلام ده ماشي بيعمل نوع من انواع التبادل قولوا علاجات نفسية يعني قولوا علاجات نفسية وعلاج سلوكي قولوا علاج طبي تابلت حبوب اشتركوا في القناة